موسيقى 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 اهلين اهلا وسهلا فيديو اليوم هيكون عنا السعادة خلينا نرجع ورا لما انا كنت يعني خمسة سنوات كيف كنت مرة فرحانة والعب واجري لان كان عندي حرية وكان عندي خيال ما كان عندي خوف انه اش الناس يفكروا فيي ولا اش يفكروا في لبسي ولا اش يفكروا في شعري ولا يعني هالاشياء مات كانت تجي في بالي كنت انا على طبيعتي ما كنت اخبي شي كنت لينا التفكير السلبي ما كان فيه بس طبعا مع الوقت الافكار السلبية جات واخذت مني سعادتي بعدين مع الوقت بعد سنين وسنين بديت احارب عشان سعادتي احارب عشان القى سعادتي مرة ثانية وكيف لقيتها؟ باني ابدأ اتخلص من هذه الافكار السلبية المحدودة اللي تحد من حياتي وانت طفل انت يعني ما تنلعم لانك طفل بس بعد ما تكبر سان وراشد وبالغ هنا وقتها انت تكون تبدأ تصير مسؤول عن سعادتك انت اللي مسؤول عن سعادتك في كثير ناس يكبروا وهم لسه يلوم الدنيا كلها لكن ما يتحملوا مسؤولية سعادتهم ما يتحملوا مسؤولية نفسهم يقولوا اوه الدنيا اوه الناس اوه العالم الفلوس الشغل المدير اهلي يلوموا كل شيء بدل ما يقولوا اوه انا اللي مجلس نفسي في ذا المكان انا اللي جالس اتحمل هالاشياء انا اللي اخترت ابدأ تحمل مسؤولية نفسك اذا تبغى العالم يتغير ويصير حلو والناس اللي حولك يصيروا حلوين والمبنيرة حقك يصير مبسوط ابدأ من نفسك اول ابدأ تحمل مسؤولية نفسك مسؤولية سعادتك بالاخص فلما نبدأ نصلح الافكار وندرب نفسنا لانه الشي ماهو سهل ماهو بشي يوم واحد يتسوى تعود نفسك انك تبرمج مخك تتخلص من الافكار السلبية وتبدأ تحط افكار ايجابية بدالها فهالشي يعني اتخذ شجاعة لانه هالافكار السلبية اللي جات في افكار قديمة في افكار جاية من صغرك افكار السلبية مؤلمة كثير لدرجة انه في ناس يهرب من هالافكار حتى بالرغم من انها ماهي حقيقية ماهي من صحيحة هالافكار ماهي الصحيحة لكن يهربوا منها لدرجة انه خلاص شتداون غمض عيونك انا ماشوف هالشي انا انكار تام لسنوات كثيرة من حياته ويبقوا في حالة اكتئاب بس خوف من انه يواشو هالفكرة وانا مريت في هالشي انا مريت فيه انا مريت فيه انا كبرت وانا كان عندي فكرة سلبية كنت مؤمنة فيها اني انا ماستاهد ماستاهد يعني الفكرة كانت هنا ورا ماكنت مستوعباتها كانت انه تقول لي انتي ماستاهلي انتي ماستاهلي ولا شيء وانا اقول لا 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 انا لازم اثبت للناس اني انا استاهد واحاول اكون اطيب بنت في الدنيا واحاول واخلي الناس تدعس علي اوه تبغى تروح هنا اوكي يلا ادعس علي اوه انت تبغى كذا خذ 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 خذوا خذوا واعطي واعطي وخلي الناس تدعس علي بس احاول ابغى انسان خارج غير عني انا يقول لي انه انت تستاهل يلينا انت تستاهل السعادة وبس هالجملة ما كنت ابغاها من اي احد كنت ابغاها من مين من احلي ماما وبابا اهم شيء اهم شيء عند كل انسان الام والاب انه يقولوله انه انت تستاهل كل شيء انه انت يعني ثمين انت غالي بالنسبة لنا ومو بس الكلام اذا كان ما هو جاي يعني من من مكان صادق اذا ما كان جاي من مكان حب الطفل يعرف ويحس ما تقدر تخدع غيرك لانه الكلام مهما كان حلو في له طاقة نحس فيها احنا مرة مهمة ان احنا نكبر و وعندنا هالافكار اليجابية لكن كثير ناس ما كان عندهم هالشيء فيه ناس ما يكون عندهم احل فيه ناس يا انه عندهم ام بس بدون اب او بس اب بدون ام او الاب موجودين بس ما يكونوا يعرفوا كيف يعبروا عن حبهم فالطفل يكبر بنقص ما وصلته ما وصلوا الحب ما كان فيه اتصال بينه وبين الاهل بين والدينه فيكبر بتفكير ان هو ناقص فكرة كده هنا ورا ورا في باله جالسة تقول له كل يوم انت ما تستاهل انت nothing انت ولا شيء انت 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 اذا انا اقدر امسك عصفور واحبه فمعناته الحب بداخلي ليش اجلس ادور الحب من الناس اللي حول الحب ما هو شيء يعني تجي ورا لان الحب هنا موجود في قلبك وجود بداخلك ما هو شيء خارجي هذا الشيء انا ما حد علمني اياه ما حد علمني هالشيء كنت دائما احاول اثبت نفسي و اثبت قيمتي ابغى الناس تشوف اني انا استاهل اوكي لكن ما حد شاف او انا ما حسيت ان في احد شاف قيمتي لان انا ما كنت قادرة اشوفها يمكن اما فلما اخيرا شفت قيمة نفسي فهمت اني انا قيمة انا من ولا شيء انا الشيء ثمين انا ربي خلقني لما نتفكر بهذه الطريقة إيجابية أنه أنت شيء يعني مميز شيء جميل شيء موه عادي وأنه كل إنسان كذا مو بس أنا ولا أنت كل إنسان يعني فيه جمال الدنيا مليانة سحر سحر جمال لكن لما يكون بالنا مليان أفكار سلبية يصير مرة أعمياء الجمال اللي ربي أعطانا إياه في حولنا او مي جاود حبكي الحين فهذا الشي يعني من أول أشياء اللي يعني بديت أحس فيها بالسعادة أنه لما بديت أشوف أني أنا لي قيمة وبديت أهتم لسعادة نفسي وأشوف أني أنا أستاهل السعادة كل الناس يستاهل السعادة وأنأ لا ليش كل الناس يدعسوا علي وأنا أجلس كذا في الأرض؟ لا موالله أنا كمان أنا كمان أستاهل السعادة زي كل إنسان في الدنيا ما في أحد له قيمة أعلى من الثاني هاشي غلط تفكيري غلط كلنا قيمتنا واحدة كلنا مهمين أنت مهم أنا مهمة كلنا نستاهل الحب والسعادة فلما تبدأ تفكر عن نفسك بها الطريقة الإيجابية تبدأ تشعر بالسعادة وتبدأ حياتك تتحسن كل شيء حولك يبدأ يتحسن في مشاكل ممكن تصير بس هالمشاكل زي العقبات أشياء تجي كده في طريقك عشان أشياء يعني تختبرك بعدين بعد ما تتعدى الأشياء تبدأ تشعر بالسعادة وتبدأ تلاقي نفسك في مكان أنت اخترته في مكان زي مكان اللي أنت تحلم فيه ويمكن أحلى كمان أحلى من خيالك وأنا الحمد لله أني أنا وصلت لها المرحلة ما حقول أني أبدا ما أمر في يوم أبكي فيه ولا أحزن فيه لا طبعا فيه لكن آخر مرة يعني كنت حزنانة فيها وأبكي فيها يمكن الشهر اللي راح مرة في الشهر يمكن تعرفوا ليش كل شيء ممكن لازم تبدأ يعني تبدأ تفكر بهذه الطريقة في كثير ناس أوه مستحيل ما في ما في مجال ما في الآن أنت ما تشوف أنه في طريق الآن أنت ممكن ما تشوف أنه في مجال لأنك توصل لسعادتك لكن مو معناته أنه أبدا ما هيكون في مجال مو معناته أنه بكرة ما هيكون في مجال ما تدري ربي يفتح لك باب بكرة بعد دقيقة بعد سنة في مجال إذا أنت ما تشوف الحين أنه في حل الحل حيجي ما تصدقني ما تصدقني فأنا هذه الأشياء اللي يعني تعلمتها وفهمت من حياتي أنه سبب تعاستي كان تفكيري السلبي وإحنا طفال نمر في أشياء ولما ما يكون في أهل حولنا أنه يساعدونا أن نفهم إيش اللي قاعد يصير هنا وقتها الطفل يعني ما يقدر يفكر يعني بطريقة إيجابية أحيانا يعني نفهم غلط نفهم أنه أوه إحنا أنا ما أعني شيء أوه أنا أنا ما لي قيمة نبدأ نفكر أشياء سلبية عن نفسنا لكن الحين حاول بأي طريقة تشوف الجمال اللي في حياتك لو في شيء صغير تشوف كذا فطورك لما تجي تأكل فطورك في الصباح كيف تطعم وكيف أنت محظوظ أنه عندك أكل أنا من جد يعني فهمت الحين إذا تبغى أشياء يعني كثيرة في الحياة تبغى نعم أكثر في حياتك لازم تقدر النعم اللي عندك الآن تحب النعم اللي عندك خاصة لما تكون في أسوأ حالة من حالاتك في حياتك في وقت يعني من جد سيء ومن جدي يكون من جد صعب أنك تشوف شيء حلو في حياتك يعني ممكن يجيني إنسان ويقول لي لينا أنا أنا في حفرة الآن يعني أنا محبوس في حفرة وماني قادر أشوف ولا شيء حلو إيش أقول له لها الإنسان أقول له يحاول يلاقي شيء حلو ممكن طالع في يده شوف كيف يدك حلوة شوف كيف شوف كيف جمال خلق الله كيف خلقك يعني في جمال لو أنت تحت بالأرض حتى ممكن لو ما في شيء حولك تخيل شيء حلو طبعا أنت لازم يعني تشتغل على هالأشياء تحاول أنك توصل لأهدافك لكن أحيانا أحيانا بس غير تركيزك من جد غير طريقة تفكيرك مهما كان الوضع الحالي أنت تشوف أنه لا أنا ما عندي كفاية ولا هذا ما أقدر ولا أنا يعني محبوس ولا أنا في السجن ولا مهما كان وضعك الحالي لما تبدأ تغير طريقة تفكيرك عنه تشوفه من نظرة ثانية راح توصل لأهدافك وكل شيء ممكن وإيقا فيك وإيقا فيك وإيقا فيك كل شيء يعني ان علاقة سيئة مع انفسهم وهذا الشي لازم احنا نشتغل عليه لما انت سر عندك علاقة مع نفسك ايجابية وقتها بصير عندك علاقات ايجابية مع الناس اللي حولك فلازم تبدأ من نفسك اول المهم اصحبت اشارككم افكاري اليوم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب ولا تنسوا زر الجلس اشوفكم في الفيديو الجاي باي اشتركوا في القناة